اهلا بكم في حلقة جديدة والنهاردة هكلمكم على مجموعة مواضيع الجهاز الهضمي وطبعا احنا بننتظر تليفوناتكم وتساؤلاتكم معانا واي حاجة هتكلمونا فيها دي هتسعدنا احنا كان عندنا مواضيع قديمة من الحلقات السابقة رائحة الفم، الارهاق، مغس البطن ودي كانت معظم الحاجات اللي كانت موجودة وكنا اخر مرة برضو اتسألنا في قصة المناعة والاسئلة الجديدة اللي هي كانت خاصة بكورونا هل ممكن حد جاله كورونا ما يعياش بكورونا تاني ولا ممكن يعي تاني هل في موجة تانية للكورونا ولا مفيش موجة تانية للكورونا الحقيقة هبتديلكم بالسؤالين دول لان دول اسئلة كانت ناس كتير جدا متكلمني عليها الحقيقة اي حد جاله كورونا ممكن تجيله مرة تانية للأسف شديد بس لازم نفرق ما بين الانتكاسة المرضية ان انت تعيه لانك ما خفتش لسه وحصل لك انتكاسة نتيجة ضعف المناعة او خلل او اي نوع من الاهمال او اي حاجة من هذا القبيل او ان ماردت مرة تانية الفرق بينهم كبير جدا انك شوفيت يبا احنا تأكدنا ان انت كل الاعراض زالت ومعندكش اي مسحة مفيش اي اعراض موجودة داخل اشعة الصدر وكل العلامات بتاعتنا انتهت هل الكورونا ممكن تجيلنا السؤال التاني وده بنتسيقل فيه كتير ممكن تيجي من غير ارتفاع في درجة الحرارة 55% ل 45% من الحالات بتيجي بدون حرارة وعنده كورونا فمش معنى ان انت جالكش حرارة ان انت ما جالكش الكورونا ممكن اعراض تانية هل الكورونا غيرت من نفسها وبقت بتيجي على دور نزلات معوية هذا كلام برضو كلام مش حقيقي الكورونا ما غيرتش من نفسها هي نقدر نقول ان 15% ل 18% من الحالات بتيجي بميول للقيق وممكن قيق ونقدر نقول ان 22% من الحالات بتيجي باسهال فهو نفس الفيروس لكن الفيروس دايما كل الفيروسات في حاجة اسمها انت جينكشفت ودريفت يعني تحور دائم لكن هو هو ده في النهاية ده فيروس مستجد ومصر الحمد لله تعاملت معاه بشكل عظيم وباحترافية منقطعة النظير والادول اللي احنا اللي الدولة بتوفرها هي الادول العالمية وابحثنا وتعاوننا مع الدول في انتاج الامصال حيثمر وحنسمع اخبار زي ما وعدتوكو ان دواء رامد سفير حيطلع وكان وكنا سبقين ان احنا نعلن هذا الخبر برضو بعلن لكو ان ان شاء الله مصر بتنجح في ان احنا نتعاون مع يعني كل المراكز البحثية وحيب عندنا امصال مصرية ناجعة وده يعني ده ما يتعلق بكره اما ممكن نعيه اه ممكن نعيه اقل مدة السجلت طبيا لاعادة العدوى هي 35 يوم يعني انت ممكن تعيه في اليوم ال36 دي الحاجات اللي كتبت لكن ممكن فيه طبعا ناس بتاعي اقل من كده لكن لم تسجل علميا وسجلت بالخطأ على انها انتكاسة السبب ان ما عندناش حاجة اسمها خلايا زاكرة لكلمة الكورونا وفيه ناس سجلت الغد دلوقتي 123 يوم ان ما عندهمش الكورونا ده الكلام البحثي العلمي اللي كتب ففكرة اعادة الاصابة دي موجودة فما فيش حاجة اسمها انا اصبت ما يجليش كورونا لا الكورونا ممكن تيجي مرة تانية فيش حاجة اسمها موجة تانية هالموجة الاوليناية خلصت من العالم لما تختفي ونبتدي في دور تاني سنة جديدة او موضوع جديد ده حاجة تانية كل اللي بيجي موجود بؤر ما زالت موجودة جيوب في اماكن كثيرة من العالم فكرة ان العالم فتح ده مقدموش حل تاني بعيدا عن فكرة الاقتصاد لكن الحياة لابد ان تستمر وطريقة التعامل مع المرض ليست بالاختباء من هذه الامراض ده كان اول حاجة بكلمكو عليها سريعا وبقولكو المستجدات اللي الناس بتكلم فيها او دي الحاجات اللي هي على الموضوع لكن انا مش عايز الناس تنسى ان احنا ما زلنا محتاجين كل الناس تلبس كمامات لبس الكمامة للسليم وللمريد لان المريد لو لبس الكمامة فرصة نقل العدوى للسليم 30% لكن الاتنين لو لبسوا كمامة فرصة نقل العدوى اقل من 5% لو ده لو في بينهم مسافة اقل من 2 متر وممكن تبقى من 1% ل 3% او اقل من ذلك بكثير لو لبسين الكمامة كويس وقاعدين في مسافة اكتر من 2 متر فما زلنا محتاجين نكمل الاجراءات الاحترازية ومش معنى ان احنا عندنا ادوية يعني بأثبات اتفاعلية او ان احنا عندنا يعني وعي وحكومة وعية ومستشفيات جهزة وادوات موجودة ده معنى ان احنا نستسلم ونقول الكورونا سابتنا ومشي ده كلام مش مظبوط الحقيقة لكن طبعا اداءنا ناجح واداء اشادت بيه منظمة الساحة العالمية واشادت بيه العالم الحقيقة اشادت بيه العالم ودي حاجة لازم نذكرها ان اداءنا كان عظيم في هذهه في ادارة هذه الازمة بشكل عظيم تاني حاجة هكلمك عليها النهاردة مواضيع البطن اللي هي كانت عندنا قبل كده اكتر سؤال بنتسئله رائحة الفم الكريهة يا دكتور انا عندي رائحة فم والموضوع ده نتيجة عفونا من البطن ده كلام مش حقيقي مفيش حاجة زي كده الرائحة الفم الكريهة اللي انت بتشمها دي ما بتجيش غير من الجهاز الهضمي دي ما بتشماش الا وقت التجشق التجشق والتجشق ده قصة داخل رائحة الفم ده بند صغير جدا وهكلمك عليه لان كثير من الناس بتكلمك على ان التجشق ده مرض وفيه ناس الناس عندها التجشق بيستمر ايام وحركات بتبقى شديدة الحياة التجشق ليس مرض الى في حالة واحدة ان يكون عندنا امراض سببت لنا ضيق في عضلة البوابسة امراض زي مرض السرقايد او زي السكليروديرما او حاجات من هذا القبيل او ناس عندها يعني ضعف في حركية المريء وده ما بيبقاش كتير معهم تجشق بحاجة اسمها اكاليزيا اكاليزيا ده بيبقى لا انبساط ودول ما بيبقاش معهم تجشق او يعني بس بيبقى ممكن معهم رائحة كريهة ده يعني ده مرض بيبقى موجود يعني اي حاجة في امراض الضيق بتعمل لنا رائحة الفم اما التجشق اللي هو البند اللي احنا بنتكلم عليه في قصة المريء يعني احنا الجهاز الهضمي تمثيله لفكرة هو وقت التجشق والامراض اللي هي بتخزن الاكل داخل البطن يعني الناس عندها ضعف في حركية البطن ومعهم تجشق دول معهم رائحة كريهة الناس اللي عندهم الاكل بيتركم في المريء هل الاكل يا دكتور بيتركم في المريء اه في ناس عندهم امراض لا انبساط فدول عندهم اكل بيتركم في المريء فدول عندهم رائحة بس ده امراض واضحة وصاحبها بيعرفها يعني بيحلها يعني ما بتستناش يعني رائحة الفم من نتيجة هذه الامراض اللي هي متعلقة بالجهاز الهضمي ما بتستناش ان بعد كده لو مرض الساركويت او مرض سكريلورديرما او ورم لقدر الله او دي نتيجة التهابات مزمنة في الاسن عشر اه دي حاجات كلها واضحة وصاحبها بيبقى تعبان منها يعني ما بيستناش الشاكوى الاولى مش التجشق ولا رائحة الفم الكريه الشاكوى الاولى اه الالم بتاع البطن مشاكل الاكل ما بكلش ما بخس كتير يعني ده مشكلة تانية خالص فده البند الاول لقصة رائحة الفم اللي طالع منه التجشق احنا ما كملناش رائحة الفم ما هكملها لكم طبعا كمل لكم بقية الاسباب لكن واحنا بنكملها التجشق لان ده اكتر حاجة ناس بتتكلمها وتربطها برائحة الفم احيانا انا لما بكره عالدكتور بتطلع رائحة وحشة فالتجشق ده بندين بعيدا على المرض اللي احنا ذكرنا احنا يعني التجشق اللي هو نتيجة المرض ده حاجة تانية ذكرناها في عجالة سريعة ودي نادرة وصاحبها ما بين مش العرض الاولاني بنتكلم فيه لكن التجشق اللي هو المعوي نتيجة فيه تجشق معوي وتجشق اعلى المعد يعني تجشق جايب من المريض هل فيه تجشق جايب من المريض اه على مسؤولتي فيه تجشق جايب من المريض تجشق المعوي ده هواء تم بلعه وليس مرض الناس توليها قاعدة اللي بتبلع رائحة طول الوقت كلنا بنبلع رائحة بس بنبلع معها وفيه ناس بتعمل حركات عفوية وبتبلعها الناس اللي ما بتندخش الاكل كويس الناس اللي ما بتشابش مية وسط الاكل هل شرب المية وسط الاكل مفيد امضار بيعمل لنا كرش ولا لا على مسؤوليتي شرب المية وسط الاكل ما بيعملش كرش شرب المية وسط الاكل ما بيعملش كرش وما بيخففش العصارة المرارية وما بيضعفش الهضم هذا كده وحتى الحاجة الساعة بقى فيه ناس بتشرب حاجات ساعة وسط الأكل دي تزود لنا السمنة الحقيقة دي دي للسمنة فقط فإذا الكرش اللي هطلع لنا وسط الأكل نتيجة المياه الغازية ده نتيجة تراكم سعرات حرارية ولا يسألها حاجة تانية فالمياه الغازية وانت بتاكلها وسط الأكل دي من أهم أسباب التجشق لو هكلمك على التجشق في الأكل اللي احنا بناكله مياه غازية مياه غازية تعملك تجشق عظيم تدخين يعمل تجشق عظيم لبان يعمل تجشق عظيم لبان يعني الناس بتندغوا لبان اللي ما بيندخش الأكل كويس اللي ما بيشربش مياه وسط الأكل شرب المياه وسط الأكل بيساعد على الهضم وليس العكس شرب المياه وسط الأكل بيسهل الأمور طب فيه ناس تقولك أنا كلت يا دكتور بجري على الحمام دي حاجة اسمها زيادة حركية معدة ومش الأكل اللي انت كلته هو ده اللي انت خرقته ده زيادة حركية وإحنا بنستخدم ده للناس اللي عندها إمساك موزمين نقوله خش الحمام بدري بعد وجبة الإفطار الضرورية ده موضوع تاني خالص لكن أنا وإحنا بنكلم على التجشق وإحنا بنكلم عليه في بند الهواء تم بلعه فدي حركات كلها بسيطة وصاحبها بيقدر يحلها أنه فيه تجشق أنت بتعمله مرة واحدة وفيه تجشق بيبقى لها إرادي وفيه دايما شعور مش هتحس أنك مرتاح إلا لما تخرج هذه الغازات إذا كان الموضوع ده مستمر معاك تجشق ومستمر معاك أنا مش مرتاح إلا لما خرج هذه الغازات لازم نلجأ للطبيب ولازم نعمل مجموعة من التحليل والأشعات علشان نستبعد بعض الأمراض اللي احنا اتفقنا عليها يا دكتور راقاحة الفم مرتبطة بجرسومة المعدة مرتبطة بجرسومة المعدة الحقيقة الإجابة نعم ولاها إزاي نعم ولاها الناس اللي كانوا بتتكلموا على جرسومة المعدة كان فيه دكتور اسمه فارن وواحد تاني صديقه اسمه مارشل الاثنين دول سنة 1982 اتكلموا أن فيه نوع من البكتيريا من عائلة الكامبيلوبكتر قد يؤدي إلى سرطان المعدة وقد يؤدي إلى قرح المعدة وما حدش صدقهم من العلماء في العالم وحاول ينشروا أبحاثهم إلى أن نجحوا في نشرها في التسعينات وأوائل الألفنات وخدوا جائزة نوبل 2004 على جرسومة المعدة إن جرسومة المعدة طيب لما خدوا جائزة نوبل هو أثناء الدرسات اللي كان بيعملها واحد من فارن يا فارن يا مارشل بلع عمل مزرعة وبلحها ده الوحيد اللي سجل إن جرسومة المعدة بتعمل لنا رائحة فم كرية ده خد لود كبير من البكتيريا خد لود مزرعة يعني لود ممرض شديد جدا يا رجل كان جريء إنه بيجرب الطب على نفسه ومش بيجربه على يعني أشياء يعني حيوانات أو بس هو جزء من التجربة كان على نفسه وفي المرحلة دي طلع رائحة كريهة مش من الفم رائحة نفس كريهة ورائحة فم كريهة ومن هنا قالوا إن جرسومة المعدة من الناحية العلمية قد يكون لها رائحة كريهة لكن في الحياة جرسومة المعدة اللي بتصيب البشر اللي هم بتصيب 70% من 50% من سكان الكرة الأرضية ملهاش علاقة برائحة الفم الكريهة يعني عشان لما بناخد مضادات حيوية رائحة الفم بتقل السبب لإنك عليك شيء آخر من الأسباب الأخرى اللي أنا هكلمك عليها بس أنا كنت بكلمك على الجزء أنا هقولها لكم بسرعة ولكن إحنا اللي بيهمنا في هذه القصة التجسق الباطني اللي هو مرتبط بالمعدة التجسق المعوي ده اللي إحنا بنحكي عليه فدي كل أسباب التجسق المعوي التجسق المعوي وقلنا التجسق المرضي وذكرنا قصة التجسق اللي هو بتاع جرثومة المعدة تجسق اللي هو الآخر اللي إحنا ما ذكرناهوش اللي هو تجسق المريء هل فيها دكتور تجسق؟ أه أنت بتقدر تبلع شوية هوا وتحبسهم ما ينزلوش وتقعد تعمل حركات لإرادية تجسق مستمر تجسق مستمر دي حركة عصبية حركة عصبية يعني تجسق المعوي ده غير مرضي والتجسق اللي فوق ده عصبي هل فيه أدوية ممكن تعالج لنا التجسق يا دكتور؟ يوجد أدوية الحقيقة بتعالج لنا التجسق يوجد أدوية حقيقية يعني تقدر توقف لنا نوبات التجسق بنسب 70% لـ 80% بالذات الحركة العصبية هل أدوية المعدة بتقلل التجسق؟ الكلام ده مش حقيقي هل الأدوية اللي بتزود الحركية ممكن تقلل التجسق؟ الحقيقة لا هل التجسق طب نوعية الطعام بتفرق؟ آه طبعا ما هو نوعية الطعام لو بتأكل الحاجات فيها توم وتقلية وتخديعة حتشمها معانا اتصال؟ معانا حسين أهلا يا حسين أهلا يا دكتور سمع عليكم يا دكتور عليكم السلام أهلا وسهلا يا دكتور أنا عندي المعدة من سنة واثنين وثلاثة عبان ألف سلام عليك الله يسلمك يا دكتور أنا جاعد أو أنا وانا نايل ريجي نازل الممي على فوق آه ريجي وانا نايل لما وزا لما نايل دماغي على المخدة كده الممي نازل من ببج على فوق همم مم لا ده مش مالة ده أن الناس اللي عندها عصب سابع няя الناس اللي عندها نوع من أنواع الشلل حاجة اسمها بالبور بولسي لا اللي انت بتقولوا ده في الناس العادية مع الإرهاق مع اي حاجة تانية مع الشخير وتوقف نفس أثناء النوم الناس اللي بتتفّس من الفم هم دول اللي عندهم الريق بينزل أما الحاجات المرضية دي لها علاقة بالمخ والعصاب لكن مفيش عندنا مرض من الأمراض بتاعت البطن أو الجهاز الهضمي بتعلينا النزول الرئي كلها أمراض عصبية مرضية لكن الناس العادية اللي هو بيتنفس من الأنف يعني مش هي وبقه مقفول مش هيبه عنده مشكلة لكن الناس اللي فاتحة بقها طبيعي إن اللعاب ينزل وفيه ناس بيبه عندها إضرار لعاب زيادة في أمراض فيها نوع من يعني وفيه أدوية ممكن ناخدها تزاود لنا إضرار اللعاب يعني من أثارها الجانبية ماشي إحنا أنت عندك كم سنة حاجة حسين 58 باش عملت الجراحات قبل كده يعني جراحات المرضى داخلية كده حاجات يعني لو أزاي ده مرارة أي حاجة لا لا المرضى بواسية حاجات حاجات ده كده ربنا يا حميك بناخد أي دول أي مرضى بمزمن ضغط سكر أي مرضى بمزمن لا 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 ده لا لا ده بسيط لا لا ده بسيط ما فيهوش حاجة تخوف على فكرة ليه حلول الحقيقة لها حلول ما نقدرش ننكره يا حاجة حسين انقطع الاتصال وسلامتك يا حاجة حسين النزول ده حاجة مش حاجة كلها أمراض عصبية هحاول طبعا أبحكي لكم عليها يعني وأطل لكم فيها شوية وإحنا بنتكلم على التجشل اللي هو الأعلى فيه يوجد داوة عصب باسط عضلات بيستخدم لمنع هذه التجشل دا بند دا بند ضعيف من بنود اللي هو البند اللي هو بتاع الجهاز الهضمي من بنود رائحة الفم الكريهة لكن نقدر نقول إن أهم سبب لرائحة الفم الكريهة بالذات الصبح بالذات صباحا الناس اللي بتتنفس من الفم بالليل حكمل لكم بقيت رائحة الفم الكريهة يا أستاذ علي أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا أهلا بيك يا علي أهلا وسهلا كنت عايز أسأل بس بعضيتنا حولك أنا عندي غازات كتير آه تمام دا ايه مش عارف عناي حاضر حجوبك على الغازات انت عندك كم سنة يا علي عملت جراحات قبل كده اه ايه هي ليه وازاي دا مرارة اي حاجة ليه علاقة بالجهاز الهضمي اي لا 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 ما بيش حاجة لها علاقة بالجهاز الهضمي طيب ايه الجراحة اللي عملتها انا قبل كده عمل مؤسير وفتاق كل دا جهاز هضمي عملت بتاخد اي دول اي مرة بمزمن داخت سكر اي مرة بمزمن حساسات سنبر حساسات اي دول ما شاء الله اه في زيادة او نقصان في الوزن دم او مخاط من اي مخرج من الجسم لا 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 تمام فانت بتتكلم على الغازات تجشق ولا غازات اه مع الاخراج مع البراز لا لوحدها يعني مثلا ممكن دملين ولا نايل بعد بعد الاكل مثلا بخمس ست عايز كده اه تمام يعني شرجية غازات من الشرج اه اه غازات شرجية عناي حاجة اوبك على موضوع الغازات حاضر يا حاضر يا ريت لو صح حاجة يعني انا ما فيش اي حاجة عندي فعباني على فتح طب كويس طب ماشاء الله لا الغازات ليست مرض خالص وانا هجاوبك الغازات دي عبارة عن اي حاضر هنجاوب علي الغازات ليست مرض الغازات ليست مرض في امراض ممكن يبقى معها غازات في البطن الاميبة الجياردية بودي حاجات تعرضة ومناخدها عليها جوب نخف اه انا عايز اقولكم انه جزء من المناعة الجسدية حاجة اسمها الكتلة الجرثومية اللي عايشة معنا في احنا عندنا كتلة الجرثومية موجودة في جسمنا وعندنا كتلة الجرثومية موجودة في جهاز التنفسي وفي المريء وفي كل حتة في الجسم وعدد الخلايا الجرثومية اذا كان وزن جسمك من 3 ل 9 مليار خلايا فانت الكتلة الجرثومية عددها يفوق عدد خلايا جسدك اه بثلاث مرات والكتلة الجرثومية جزء من المناعة اللي احنا دايما نتكلم يقول انا عايز ارفع المناعة دكتور مفيش حاجة اسمها ارفع المناعة يا دكتور هي تعاطيك للمضادات الحيوية بيضع في المناعة وله اسباب اشهر سبب وانا بكلمكوا على هذا الموضوع الناس اللي بتاخد بيعملوا تعقيم للجسد بالكامل اه فال اه معانا طارق وهكمل لكم غازات القولون والمناعة سعر يا طارق ازايك عليكم السلام الله يبرك فيك يا دكتور الله يكرمك رب لك لو كمانت عندي انا على سدري على طول سلامتك الله يكتور ربنا يبرك فيك ده حاجوبك على اسباب الحمود حاضر ماشي يا دكتور ربنا يبرك فيك يا طارق ربنا يبرك فيك يا طارق فال فيه ناس كتير جدا بتموت الجرسيم انها تاخد مضادات حيوة للتخلص من الغازات فيه ناس بتاخد ادوية تمتص الغازات الحقيقة ان اي حد وزنه 75 كيلو جرام كالالف ومتين سعر حراري هيطلح حوالي 500 سنتي غازات على مدار اليوم الامعاء موجود فيها المتين سنتي غازات واحنا قاعدين كده بدون اخراج يعني ده الامعاء كل الامعاء الدقيقة مغلقة على نفسها مفيش فيها اي تمدد او اي حاجة لان لو ادت لنا نوع من التمدد هتدينا اوجاع معنا ام ملك وحكمل لكم غازات البطن واسباب زيادتها ووضعين هشكلوا فيها ايه يا ام ملك عليكم السلام يا ام ملك جواني حضر لديك يا دكتور انا دونت عندها 4 سنين وبتوقت تشفز في بطنها كده لغاية ما تعمل براس وعلى نفسها ويا نايمة اه لا ده يعني عدم تحكم في البراس ده حاجة تانية خالص يا ام ملك بس بتوقت تشفز في بطنها جامد وتشفز في بطنها بيبقى في نوع من الوجع لا لا دي لازم نعرضها على دكتور يعني البراس بتاعها تقول لي اليوم كويس بس وهي نايمة بيحصل كده اه لازم تؤديها لدكتور الاطفال بتاعها ودكتور مخه وعصاب وفيه ادوية بتمنع المواضيع بتاعت التبول والتبرز يعني فيه ادوية للتبول مختلفة او ادوية للتبرز بعد عمل فحصات وادراك انه معندهاش امساك موزمن لان فيه ناس بيبعندها امساك موزمن تعمل الموضوع ده بيبعندها امتلاق في امراض زي هرش سبرانج زي حاجات من هذا القبيل ممكن يحصل معهم الموضوع اللي انت بتصفيه ده فلازم دكتور شاطر يشوفها يا حبيبي ربنا يطمنك عليها اه الحقيقة وانا بكمل لكم على اسباب الغازات بتاعت البطن احنا قلنا اللي وزنه 75 كيلو جرام كان 1200 سعر حراري حتلع 500 سنتي غازات على نظر اليوم ده نتيجة التخمر البكتيريا النافعة لداخل الجسم اما اذا قللنا الكتلة الجرسمية الكتلة الجرسمية ده جزء الكتلة الجرسمية ده جزء من المناعة بتاعت الجسد والمثال ان احنا لو قضينا على كل البكتيريا النوع معين من الستاف يعني في نانكو اجليز استاف كده موجود على الجلد وشابهوا انواع كتيرة من الحاجات اللي تمردنا وتعملينا ده مامل لو قضينا عليها اه معنا ام اسماعيل وهكمل لكم اه غازات القولون يا ام اسماعيل ازاي السلام عليكم عليكم السلام يا حبيبتي لو لا لا ما معك يا دكتور عليه السلام عليكم لو سمحت دكتور عدت اسم السؤال انا عندي دهون عالكبد وطي التلفزيون يا ام اسماعيل وطي التلفزيوني حبيبتي وكلميني من التليفون حاضر يا دكتور مش اللامي عايزة اسمي عدت اسم سؤال عندي دهون عالكبد وعايزة يعرف علاج وى حاجة مشى عليها على الكم وعايزة ايه حبيبتي؟ العناج للدهون على الكابت والتعليمات اللي نعملها عناية حبيبتي حاضر عندك ضغط او سكر؟ اه عندك ضغط بتاخدي اي دوة تاني غير الضغط؟ لا الحمد لله سلامتك يا حبيبتي حاضر هجاوبك على دهون الكابت يا موسماعيل طيب وانا بكمل لكم غازات القولون وانا بكمل لغازات فاحنا قلنا المثال ده طيب ده الطبيعي انت هتطلع 500 سنت غازات وعندك 200 قاعدين هل الغازات موجودة في القولون على هيئة الهوى اللي احنا بنتنفسه الحياة لا دي موجودة على هيئة غاز داخل بابلز كده زي بتاعة الاطفال اللي احنا بننفخها كده ونشوفها زي الصابون كده هو طالع وليها حاجة اسمها سيرفستانشن وهم داخلين على بعض بتسمع لهم صوت ولو زادوا فهم مش موجودين على هيئة هوى سايب كده لا هم موجودين بشكل اخر وفيه منهم جزء سايب فيه جزء برائحة غازات برائحة وغازات بدون رائحة الغازات اللي بتحتوي على رائحة دي فيها مادة السالفر ده موجود في البصل موجود في التوم موجود في البقول معانا مدام منا وحكمل لكم غازات البطن اهلا يا مدام منا سلام عليكم زي حضرتك يا دكتر يا اهلا وسهلا اهلا بيك يا حبيبت ربنا يبارك لك ربنا يبارك لك سايب يا ربنا يبارك لك تمام ولا دم أو مخاط من أي مخرج من الجسم ولا تغير في الوزن لا 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 عندك كاتمة صدر دقات زيادة اختناق آه بيجيني كاتمة صدر لكن ما عندك دقات زيادة يعني ايه قولون عصب يعني عندك امساك وراء اسهال عندك تغير في عادات آه بيجيني امساك وبعد كده بيجيني امساك على طول وببصة لقي معدتي لما بزعل ترسعش لقي بسم كله بيفرعش لا مع الزعل ده حاجة تانية حاضر يا حبيبتي حجوبك الزعل بيعمل ايه حاضر ده انا حبتديلك بيها دي حاضر آه في ناس بتخلط ما بين القولون العصبي وما بين لمزعل يجيلي عرض القولون العصبي تغير في عادات عادات وقوام التبرز عادات وقوام التبرز اكتر من 6 شهور على مدار السنة منهم 3 شهور متصلين يعني قوامه يبقى اسهال امساكه وعادات وعدد مرات دخول الحمام يعني تغير في عادات والقوام عدد مرات الدخول والقوام بتاع البراز مع قلم في البطنة خش الحمام بطني ما تفضاش كل ده كل اللي احنا بنحكي فيه ده 6 شهور على مدار السنة منهم 3 شهور متصلين وشرط اساسي من هذا الكلام ان انا كون عملت منزر قولون واستبعد للتاب القولون اللينفوسيتي للديني نفس الاعراض والازينوفيلي للديني نفس الاعراض والكولاجيني للديني نفس الاعراض واستبعدت طبعا بالتالي بقيت الامراض الاخرى المرات كرونز التخاروح القولوني حساسيات الطعام حساسيات الطعام في حاجات من هذا القبيل وبالتالي برضو استبعدنا وجود اورم انت عملت المنظر هتشوف به كل حاجة في الدنيا يعني شرط اساسي عشان نشخصك بقولون عصبي فده قولون عصبي ده حاجة تانية وله اعراض خارج القولون واعراض مع القولون وده ممكن يبقى معه اصدع وكاد متسدر معه قصص تانية كتير خارج القولون ونادرة الحدوث طب انا لو زعلت وبطني وجعتني ازاها اللي بيعمل ايه ازاها اللي بيعمل لاربع حاجات في الطب اربع حاجات في الطب اول حاجة ازاها اللي يضع في المناعة اللي احنا بنقول عليها جزء من المناعة يضع في المناعة بجد الحزن يضع في المناعة الحزن يضع في المناعة الحزن الشديد الشديد ممكن يعمل ضعف في عضلة القلب الضعف الوحيد اللي ممكن يشفى شفاءه 98 وكسور من 10 يعني اقل من 1% يعني اقل من 2% بيكملوا بضعف فشل في عضلة القلب مدى الحياة نوع من فشل اسمه تاكوتسوبو كارديو ميوباثي او الاسم الدارك بتاعه سترس كارديو ميوباثي سترس كارديو ميوباثي يعني الحزن يعمل لي ضعف عضة القلب الحزن يضعف المناعة بجد الحزن ممكن يمرض الحزن ممكن يمرض يجي لك من وراء دور برد يجي لك من وراء للأسف مع الحزن الشديد والزماني الطويل ممكن يعمل اشياء اخرى كتير الحزن ممكن يعمل لك تقرحات في الفن ويعمل لك تقرحات معدن الحزن طيب الحزن ممكن يدي لك اعراض نفس جثمانية الحزن انا زعلت ايدي اتشلت ومش عارف اتكلم نروح نعمل اشياء مقطعية المخ زي الفل ورنين بالسبغة وكل الاشياء وقياس عضلات وقياس اعصاب مفيش اي حاجة فده اسمه conversion disorder يعني الحزن الزوج اللي زعل زوجته الابن الضال كل هذا الكلام يحصل لك مرض اسمه conversion disorder الم في البطن الم في البطن نتيجة ان انا زعلان او زعلت عايز اخش الحمام زعلت في الم متفرقة من الجسد ده نوع اخر من امراض التوتر والقلق كل ده في حاجات اسمها anxiety disorders معنا ام احمد وهكمل لكم هذا الموضوع السلام عليكم عليكم السلام يا ام احمد اهلا بيك اهلا يا دكتر ازاي حضرتك ربنا يكرمك ويبارك فيك كل سنة وحضرتك طيب انت بالف صحة وسلامة حضرتك انا عان ترفيقى مري تمام وكان جالي دور برد كده انفلوانزة من حوالي ثلاث شهور سلام اه الله يتسلم فجالي الدور ده بصعال جاف لمدة ثلاثة شهور ساعة ما هي ثلاث شهور طبعا خدت علاجه كده فارتحت الناحية الكحة راح اتصار راح الحمد لله بفضل الله بش اللي حصل لي بعد كده بقى انه ايه الحموق ده زي ده في معدد من معدده بحس بحرقان في زوري اه التهاب خدسان الالتهاب في الحل حاجات زي كده حتى الليسان على الاس ده يحبوب خفيفة كده طبعا بضيقان يعني ورهم ان انا باخد العلاج ومرتزمة في قتلي وكل حاجة بس الحاجات دي انا صارت بيها بعد النازلة الشعبية على طبعا اه اه انا عايز افهم بالضبط يعني انت قبل النازلة الشعبية ما كانتش عندنا اي مرب مزمن ولا كان عندنا اي شكوى تانية خالص لا كان عندي الارتجاعة برده بس اي كان عايزي لكن دلوقتي الارتجاع هو السبب حريك شايف ان الارتجاع عنيف بيوصل لحد هنا شايف ان الارتجاع بعد موضوع من السؤال اللي جالي ده ذات وبيعملها اه بتاع تذوري حرقان تذوري ومرارة واتعان تذوري يعني طعم مورة خلاص انا هجاوب حضرتك على اه الارتجاع وكيف انت عامل مع حاضر عناية اه فاحنا كنا بنتكلم عن الزعل بيعمل ايه وطبعا انا لسه احنا دينا موضوع كتير طبعا طارق برضو كلمنا على الارتجاع حنكلم فيه والقولون العصبي اللي احنا بنكملهم فالحقيقة الزعل اللي مرتبط بالاااا ممكن يديني أعراض نفسه جثمانية وافضل بلف على الدكاترة وبدور على العلاج في نوع حتى من أمراض التوتر اااااا الشعور الحقيقي بمرض غير حقيقي اسمه hypochondriasis يعني أنا خايف من المرض وشاكك إن أنا مريد ولا أستجيب إلا للدكتور اللي يقول لي إن أنا مريد يعني الشعور ودايما أنا شعر أن أنا عيان وما بصدقش الدكتور اللي يقول لي أنت سليم المرض ده اسمه هايبو كوندرايسيس ده كل ده من كلمة القولون العصب كثير من الناس بتكلمك يعني منها بتكلمني في قولون العصب اللي هي قالته ده ليس قولون العصب ده أعراض نفس جسمانية اللي هو بتعرض لنوع من الزعل أو الاسترس أو الخوف طب هل الخوف ممكن والاسترس يعمل أعراض أخرى يعني إحنا تكلمنا دي الأعراض المرضية الأربعة يعمل لك حاجة تانية إغماء حكلمك عليها وحكلمك على الارتجاع معنا انتصار أهلا يا انتصار زي حضرتك يا دكتور أهلا بيك أنا أمي بتقش كتير عندها بلغم كتير وعندها الضغطة عالي والسكر وعندها إمساك وبطنة بتغيها على طول السلام دي عندها كل الأمراض انت عملت فيها إيه انتصار عملت الحاجة والله شاكلك انت السبب في الكلام ده كله انتصار سلامتها ربنا أتمنك عليها يا انتصار يا رب الله يعني عندها كحة أه هي مش بيكحة على طول هي بتصحى فيها يا امتدى بتصحى بيبقى عندها بلغم كتير وبقى تكوحها بلغم كتير سلامتها حاضر يا انتصار هكملك الموضوع ده حاضر طيب إحنا دلوقتي عندنا ارتجاع مريء عندنا بنتكلم في الموضوع الارتجاع الارتجاع ده ليه خمس أسباب الحقيقة أشهر الأسباب الناس كلها عارفها ضعف في عضلة المريء ضعف في العضلة يعمل ارتجاع مريء ضعف في العضلة وده يدينا الشعور والأعراض ومشاكله فتأ الحجاب الحاجس ودول أشهر سببين الناس كلها بتتكلم فيهم ودول حقيقي ما نقدرش نتكلم فيهم أي حاجة ارتجاع عصارة مرارية ارتجاع عصارة مرارية ممكن يضعف العضلة أو يخلي العضلة تفتح عضلة المريء إنها تفتح فكرة الارتجاع يعني حمض درجة الحموضة البي أتش داخل المعدة تلاتة ونص بتطلع في مكان مش مؤهلة ليه المعدة ما بتحسش بالحمض ومعندكش أي مشكلة مجرد إن الحمض طلع في المريء فبيدي لك الأعراض دي الأعراض دي لها مشاكل بس إحنا قلنا ثلاث أسباب بس من الخمسة الأساسيين عندنا أسباب غير الخمسة برضو طبعا فيه ناس بيبقى عندها أورام في البنكرياس بيبقى فيه زيادة في إفراز الجسترين فيه نوعية طعام بتزود الارتجاع اللبن وكل مشتقاته النعناع أهوة تدخين مسكنات فيتامينات النوم بعد الأكل الامتلاء الشبع طيب يعني مقليات مسبكات مخبوزات حلويات سمين شربة مياه غزية دول بيزودون الارتجاع طيب فيه ناس بتاخد أدوية الحموضة عمالة على بطالة وبقالها فترة هل ده يقدر يوقف أدوية الحموضة ده أول ما هيوقف أدوية الحموضة هيجيله ارتجاع عنيف ردة في المرض يعني ردة في الحدث الحقيقة طيب دي إحنا كده قلنا الأسباب الشهيرة أو يعني بشكل عام طيب هل فيه أسباب أخرى أو فيه أسباب في المريء تديه لك المرض لا انبساط في العضلة اسمه أكاليزيا التهاب المريء الإزينوفيلي معنا خالد وحنكمل لكم بقيت أسئلتنا يا خالد اتفضل يبدو أن خالد مش معنا الخط تقطع حاول تكلمنا تاني يا خالد من أسباب أنا كده حكيت لكم كل الأسباب بسكل سريع الأسباب العامة لكن هل فيه أسباب في المريء؟ هل فيه أسباب في المريء؟ فيه ناس عندها لا انبساط مرض الأكاليزيا فيه ناس ممكن يبع عندهم ساركايد في المريء ويعمل لهم ديء في المريء فيه ناس لا قدر الله ممكن يبع عندها أورامه يترقم الأكل ويدي لك نفس أعراض الارتجاع بس هو مش جاي لك من المعدة ففيه ارتجاع لأنه جاي لك من المعدة وفيه أمراض بتترقم فيها الأكل وفيه أمراض التهاب مريء إزينوفيلي يدي لك نفس الأعراض بدون ما يحصل الارتجاع حقيقي أو بارتجاع حقيقي التهاب المريء الإزينوفيلي وده ما بيبانش اللي إذا عملنا منظر هل في مضعفات للارتجاع؟ آه طبعا في مضعفات الموضوع الارتجاع ده ممكن نشرق بالليل ممكن يعمل لنا خراج رئوي لو نامنا فممكن يبعندنا كحة مزمنة ممكن يبعندنا تهاب في الحنجرة مع استمرار المدة دي ومدخنين وبنشرق كحول يحصل نوع من التحور الخلوي اللي هو الخطير عشان كده أي حد تم سن الخمسين بيشتكل من هذي الأعراض لابد أن يعمل منظر على طول تحت سن الخمسين بنجرب معه دواء وبنجرب معه النمط الغذائي هل فيه ناس لا تستجيب للعلاجات المعتادة لارتجاع المريء؟ نقدر نقول أن حوالي 2% من البشر حسب المكان معنا هناء وهكمل لكم موضعنا أهلا يا هناء أهلا بيك أهلا بحذرتك إزاك يا دكتور ربنا يبارك فيك يا بحذرتك يا دكتور إزاك يا دكتور إزاك سيئ سؤال واحد بس ربنا يخليك وبارك لك انت فردالي قولي اللي أنت عايزة خليهم خمس أسئلة يا هناء ربنا يخليك واجعلت مزل حسنتك يا دكتور ربنا يكرمك ويبارك فيك يا حبيبتي بقول لحسنتك يا دكتور معاس لي بنتي عندها طبما تشير السنة عندها على طول التهاب في المعدة ونصري بنفسها لازم نرقشت لها ويديها عليك فتحصل شوية وترجع تاني باقي القول التهاب في المعدة يعني فيه ألم في البطن زي حمودة كده في المعدة فور ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه الحمودة هو ده اللي احنا بنتكلم عليه هناء يعني وليه أدوية والاستمرار في الأدوية ده فلابد لما يكون الموضوع بيرجع تعمل لها منظار وان شاء الله ما تحتاجش أو تمشي عن نمط الغذائي أهم حاجة إنها تلتزم بالنظام الغذائي النظام الغذائي الناس اللي بيجي لها حمودة كتير لازم تقلل في أي حاجة فيها زيت سمن محليات وللأسف بصل توم شطة مقليات مسبكات مخبوزات حلويات سمين شربة لازم من ملاش بطننا لازم من أكلش والنام الحاجات زي ما بنقول يوم نع اللبن وكل مشتقاته اللبن وكل مشتقاته النعناع النعناع أهوة أنا بحكي لكم فيه خمس حاجات من الحاجات اللي احنا بنمنحها صحية جدا النعناع اللبن صحي للأطفال بشكل عظيم جدا لبن صحي منقدرش نتكلم في اللبن أي حاجة تاني لكن اللبن بيخوفنا لما بنكبر معانا أحمد أهلا يا أحمد عليكم السلام أهلا وسهلا يا أحمد اتفضل يا دكتور معاي معدتي أنا تعباني على بول أه انت سنك كم سنة يا أحمد خمسة وتلاتين طب ومعدتك تعباني من يم فم المعدة حوالين السرة لا 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 تحت السرة دا كله بجنبان تحت السرة في الجنابل اتنين أه أه عملت موزار قولوني أه عملت موزار قوزاني أه تمام أه دالي في تجمع دم في المستقيم تجمع إيه تجمع دمه في المستقيم ماشي دي بسيطة ما تزعلناش في حاجة طبعا لا دي ما في حاجة تمام بعد العملية ل so with the product في اسفاك دائم معاي وتكرره في رهو الحمام هنا اه انت عام الموزار قولون اه تمام حاضر هجاوبك حالا اه في فيه ناس بيبعا عندهم تعنية تكرار دخول الحمام دخلت الحمام مش عارف يا خيف ده ممكن يبع عنده تقرح في هذه المنطقة التقرح ده يا إما تقرح قولوني أو حاجة اسمها تقرح جراحي أو تقرح نتيجة ضعف الحركية أو وجود زواد أو أورام أو أميبة أو أنواع فأي تهيب في الأخشية بتاعة مرض في المستقيم وممكن بعد جراحة وممكن لو الناس بسخدم لبوس حاجات من هذا القبيل فأي تهيب في منطقة المستقيم تدي عندك الشعور والرغبة في الإخراج وممكن ما تعملش أي حاجة يعني بالذات في التقرح قولوني تلاقي دمه مخدس طول الوقت ووهو مش عايز يخش الحمام خالص بس هو عنده شعور بدخول الحمام طول الوقت الناس عندها التهاب أميبة ودي نوع من الخلايا البرزايتس اللي تعمل لك هذا الشعور والشهيرة جدا من أول علامة لها الناس اللي بيجي لها مرض اسمه الشيجلة يبع عندهم هذا الكلام فالحقيقة في الأسباب بتاعة الرغبة في دخول الحمام حاجة كتير يعني الحقيقة اللي هي التعنية اللي حمي سميها وقلم البطن ده يعني موضوع تاني حكمله لكم معنا ارحاب يا اهلا يا ارحاب اهلا بيك يا حبيبتي ربنا يكريمك ويبارك فيك على فكرة لك أنا عندي غازات كتيرة 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 لما استمريت في شرب المية عرضية 3 شهور لغازات كلها روحت والله احنا بنذكرك دي حقيقة مفيس فيها أي مشكلة وأنا لسه كنت بكاء هكمل لكم موضوع الغازات وأسباب الغازات أنا بس في حبيبت أقول لنا في المية عريب وتمنع أي غازات علامك مظبوط شكرا للحضرات إسلام يا ارحاب الحقيقة يا ارحاب قدت لينا معلومة جميلة جداً أنا كنت بكمل لكم بس في الأسباب بس كيف هنحل المشكلة؟ هكمل لك الغازات بتاعة البطن اه في غازات برقاحة دي تحتوي على السالفر السالفر ده موجود في البصل في التوم في اللحوم في البقول في بعض أنواع من الفاكهة زي الجازر الكميات قليلة جداً زي الموز في غازات بتعمل صوت فيها مادة الهايدروجين في غازات صوت وريحة فيها هيدروجين وسالفر في غازات بدون رائحة وبدون صوت ده دول سي اتش او دي حاجة الأكل الكاربوهرية الروز الماكارونا بيبقى كده الحقيقة فالطبيعي انت لما هتاكل هيحصل تخمر وجزء من القصة المناعية بتاعت جسمنا فالآآ بيحصل عندنا الغازات فما فيش الغازات ليست مرض الشعور بالانتفاق ده ده جزء مرضي فكري داخلنا يعني فيه ناس مجرد ان الغازات بدل ما هي 200 سنتي متركمة بقت 250 سنتي عنده شعور بالانتفاق فضيع وده بنحتاج ان احنا نبحث وراء نتأكد بس انه فيش اي مشكلة تسبب من الحاجات الممرضة اللي احنا عارفينها المرضية طيب كيف اتغلب على الغازات ما احنا عارفنا نوعية الطعام هنأكل خمس لستة وجبات في اليوم اكل الاسماك اكل الاسماك ممكن يزود لك الغازات على فكرة يعني بعض انواع من الاسماك الزيتية التعبين وخلافه والسلمون اللوه مش عندنا وبعض وسائل الطهي بتدينا هذا الموضوع الحقيقة ما نقدرش نقول الغازات مرضية تناولنا للمضادات الحقيقة ده في غاية الخطورة لكن نقدر نحسن الموضوع ده الماشي ساعة يوميا شرب 4 كوب ماء قبل كل وجبة تراكم البراز الناس اللي عندها امساك بيبقى الغازات موجود فالتخلص من الفضلات اللي بيحصل عليها التخمر ده شيء بيقلل فرصة الغازات فالشرب الماء ودخول الحمام والتخلص من هذه الاشياء طب هل في اكلات طبعا كلنا عارفين موضوع الشبت والبقدونس في الاكل والجنزبيل معنا مبروك اهلا يا مبروك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ربنا يكريمك نقول لها حضرتك انا كنت اكشفت وعملت شوية تحليل كده فطلع عندي حمى البحر اللي المتوسط النسبة 171 لأ حمى البحر اللي المتوسط مش بالنسبة ده بيشوف لك الجين بتاعها الجين بتاعك كام اه يعني أنا ما عملتش التحليل الجين يا دكتر انا عملت الأميلويد لا الأميلويد ده حاجة تانية لا لا الأميلويد ده بنرائب بيه بنرائب بيه الاميلوت ده تراكم نوع من البروتين مع كل نوبة حمى بحراء من تواصل ممكن نكمل كلامي حضرتك؟ اه تفضل فانا عملت الاميلوت طالع 171 وعملت تحليل روماتيزم طالع 64 فروحت الاستشاري بطلة قال لي انت التحليل دي ما تثبتش ان انت عندك حمى بالزبط الكلام ده مزبوط وقال لي ما تعملش التحليل الجيني لان انت لونك اصمر والحمى ببتجيش للون الارض لأ مش شر فانا مش عارف بقى كده صح ولا لأ ممكن انت تبقى عمل التحليل ممكن تعمل التحليل الجيني ويبقى عندك هسفا للتحليل الجيني انت ورس وليس عندك حمى وكلام ده مزبوط مية في المية كلام ده مزبوط تماما بس انا عايز اسألك شؤال بس شوية يا رائعين انت بيجي لك نوبات كل مرة قلم بارتفاع حرارة بتيجي كل مرة زي يعني متتالية زي بعضها انا مكانش بجيني ارتفاع حرارة قبل كده خلاص هدوك انت ايه اللي بيجي لك ايه اللي بيجي لك اللي خلاك تدور على حاجة كده او اللي حد اللي دور لك كده انا كان جسم كل بوجعني وعظم كل بوجعني ومنضرش الهم المكان فكانت المدام برضو عندها نفس الحمى وراحت لدكتور فانا اشتكت لدكتور نفس الارض فقال لي اعمل التحليلات اللي المدام عملته يعني المدام عندها حمى بحر ابيض متوسط اه وبنت عمك اه هي بنت عمك اه تمام بس بقضم عملتش التحليل الجيني بتاع الحمى هي بيجي لها حرارة الحمى دي شرط من شروطها ان يبقى في حرارة وبتيجي على هيئة نوبات يا مغس في البطن والصدر قلم شديد ده شيء واضح يعني وبتيجي على هيئة نوبات وتقدر تتنبأ بيها اول ما تحصل وكل مرة بتحصل بنفس الطريقة كل مرة النوبة بتحصل بنفس الطريقة ممكن تزداد كسفة يعني عدديا لكن كل مرة النوبة بتيجي ممكن تبقى شد قلم ان سنة لكن كل مرة القلم بيجي بنفس الطريقة تبير فعلشان نشخص حمى بحرارة متوسط ماينفعش ان احنا نشخصها كده لا لا دي لها اعراض اكلينيكية وممكن يبقى فيه مفيش جين واضح في الكاشفة بتاعنا ونشخصها اكلينيكين بس الشرط اسمها حمى وحمى البحرار قبدا متوسط فيه امراض كتيرة جدا شبهها فيه مرض اسمه هايبر امونيو جلوبلين دي يعني فيه امراض بيبقى معها تقاروحات في الفم فيه امراض بيبقى معها بالحمى بالقلم بنفس النوبات متشابهات بس ده بيتعاق من نديله كلشيسين وده بني نديله كورتيزون فيه خمس امراض متشابهة خمس امراض متشابهة من عائلة يعني بيدوا نفس اعراض لهم البحر الابيض المتوسط وفيه امراض اخرى زي المرض اللي جيه لمحمد فوزي ده مرض اسمه تلاقيه في خلف الغشاء البريتوني الحقيقة ان معاد الحلقة خلص وانا سعيد ان انا بشوفكم وان شاء الله هكمل لكم في المرات الجاية يعني نفس المواضيع اللي كانت عندنا احنا كنا بديين برقاحة الفم وما كملنهاش كلمنا عن التجشق اشكركم والقاكم قريبا باذن الله اشكركم